السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحيس ومعاكم اصابري والنهاردة يوم المنتجات والمشتروات اه هجب نا خيوط ايه وهنعمل ديها ايه وهتختاروا معايا المنتج ومنتج منتج واليه وخد خد دلوقتي واقول لكم الاسعار وكل حاجة اه هتقولولي هنبدأ اه اللي عايزين تبدأوا عليه واكتر اه منتج هيبقى عليه تصويت هو اللي هنبدأ ننزله في الفيديوهات اللي جاية وهقول لكم عن الخيوط واسعارها وجبتها منين وكل التفاصيل والهدية اللي جاءت لي في الاخر الفيديو واستنوني بسم الله اول حاجة هتواخد بقى على جنب كده استنى اللي فادت كنت عاملالكم اه شال اه ده وماشاء الله اه لا اقبال اه منكم كبير اه اه احطي لكم كل الحاجات اللي انا براه لكم دي حط لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو ولو في حاجة منهم لسه ما اتنشرتش بعد ما ننشرها هنحط برضو لينك بتاعها اه تحت اه الفيديو في صندوق الوصف الشال ده عملناه عملنا كفية وعملنا الشال اه بتاعه وكنت اقلت لكم في الفيديو بتاع الشال ان انا هعمل لكم منه جاكت ومن السنة اللي فادت اه اعملت فعلا اه نص الجاكت وعملت الحردات وكل حاجة واقف معايا يعني انا عمل لكم الفيديو بالتفصيل الحردات بس انا لسه ما نزلتوش علشان كان نقص الخيط من عندي فاخيرا اخيرا اخيرا انا لما رحت جبت الخيط لقيت الخيط الحمد الله هتعمل لكم الجاكت وهنزله لكم انا كنت واقفة علشان اه يعني جاكت ده بالحردات حردة الرقبة بالتفصيل خطوة بخطوة حردة الرقبة وحردة القم وكل حاجة جبت خيط اه ناكو خيط ناكو سعر الكيلو اه مية وستين جنيه انا جبت اه طبعا اه بكتة واحدة انا هتفيد معايا هتبقى منها نبقى نكمل بها ايه مشروع تاني وده اول حاجة ان شاء الله هخلصها لكم اه اه ده طبعا فاتلت ناكو اهي وانا اه في فيديو تاني انا عملالكم اه المنتجات يعني عاملة منتجات بفوجي ومنتجات بناكو ومنتجات بهملايا وغسلتها وورتها لكم بعد الغسيل عشان نعرف كل منتج عامل اه ازاي تمام تمام تاني حاجة الشنطة اه دي الشنطة دي انا نزلتها على اه المنتجة بتاع اليوتيوب دي مفتوحة كده اهو شنطة ايد هي ولو عايزين نعمل لها ايد نعمل لها ايد منفاصلة وانتو بعد كده تركبوها اه دي عشان هي رسطة جديدة كده وهي نفتحها لكم اه والبطانة من جوه اه حطيتها لكم على اه المنتجة بتاع اه اليوتيوب واه قلت مين محتاج اه نعمل الشنطة دي في ناس كتير منكم طلبوها مني وفي ناس طلبوا بالتفصيل اه الممين يعني مش عامل لكم انا موزق وخلاص فانا قررت ان انا عامل لكم فيديو جديد جبتلكو اه خيط سلسلة وخيط سلسلة اه على ما اظن كان بستين هارجع الورقة و اه لو في حق غلط اه اقول لكم اه تحت اه في صندوق اه الوصف في التعليقات تحت تمام جبتلكو خيط سلسلة وفاكيته طبعا هو بيبقى شلة وانا فكيته عشان استعدادا ان انا اعمل لكم اه الشنطة واعمل لكم الفيديو وانزله اه المنتج اللي انتم هتعم يعني اكتر تعليق عليه هو اللي هنبتدي بي ان شاء الله. كيف اقال لطوائح حديث الولادة دي. ناس كتير طلبت مني انا عامل لكم طبعا انا طول بعمل طوائح كبيرة 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 كبيرة. يعني من سنة سنتين او سبعة او عشرة او كبار. فيه اه ممكن شوفوا انتم عايزين نعمل ايه. عشان احنا لسه في الحاجات الصغنانة ده اه بوت او لكلوك اه صغية مقاس اه بيبي خالص. تمام? دي الوردة دي بتتفك بالولاية كده. ده اه السرار كده ها. اه اه اعملتلكو انا اه 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 جوانتي بدون اصابع لحديث الولادة. ولو عملنا الطاقية و اه اه الاكلوك هيبقى ده الطاقم كامل. اه علشان لو حد عايز يعمل هدية لحد او عايز تعملي طاقم على اه بعضي. ده خيط اه اه هتقولولي فين الورقة بتاعته. اه الورقة هي دي اه 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 المفاجأة والهدية اللي في اخر اه الفيديو. هقول لكم اه هطولكم الصورة هنا هطولكم صورة اه المنتج بالورقة بتاعته عشان تبقوا عارفينها. ده خيط اه بمية وخمسين جنيه كيلو عاملين عليه عرض اه في المحل. اه فتلته بصش شبه اليزا قريبا من اليزا بيركم التخانة بتاعته. فيه منه شبه اليزا بيركم. وفيه خيط ارفع انا جايباها تاني اهو برضو. اه ده برضو اه اه كارما وكاندي. تمام? اه. دي فتلة ارفع منها. دي عاملة زي اه اه اليزا اه بيبي سكريم. نفس المنتج. دي برضو بخمانساشر جنيه الشلة الكيلو يعني الكيلو اللي اثنين مع بعض كده دول العشرة شلات بمية وخمسين جنيه. تمام? اه. دي اسمك من دي اه بشوية. طبعا اه ده هنعمل بيه بلوفر اه ولادي. وده اه هنعمل بيه اه اه ايه? الكوفيات والشي. نكمل الفستان ده. مش عارفة مش باين كويس في التصوير. اه انا كنت عاملها قط اصلا وعملت له نهاية كده. فبعد كده انا فكيت نهاية وكنت عايزة اعمل لكم. كنت عايزة اعمل له تكملة. فهعمل لكم الفستان اصلا بالتكملة اهو. كده. اه. وجبت الخيط ده علشان نكمل به. ده خيط برضو اه 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 كارما. ده بخمساشر جنيه كيلو. وادي الصورة بتاعة اه اه المنتج بالليبل بتاعه. انا الليبل بتاعه اه 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 يعني في المحل فكناهم واه هحط لكم لقطة بتاعة اه فك التاء الخيط. علشان اوريكم اللي دي اه اه اللي هم عاملينها في الاخر. جبت خيط برضو عشان اكمل الخيط اه الشغل ده. ده اه بونشو اه كنت عاملاه بقرزة الباسكت. اه ده موجود في القناة. وجبت خيط باريس علشان اه اكمل بيه البونشو لان ناقص هو كان البونشو اه كامل بس انا بعمل له ايد. اه عشان تعملي ايد لاي اه بونشو. برضو الفيديو هتلاقوه في صندوق الوصف اه الفيديو. اه خيط باريس بمية وخمسين جنيه كيه ان شاء الله بخمسطاشر اه جنيه. تمام? ايس كاب ده بخيط هيمالايا صوفت وهمالايا صوفت اه اه عمل اه استاشر جنيه اه الشلة. كل دي عروض اه كانت نزلة في المحل. وانا احط لكم كل التفاصيل بعد كده. وده جاكت. هنعمله باقي بكل الالوان دي. انا جيت برضو خيط اه تاني اهو. اه سبب اه ان الخيط كلها متشال منها الليبل كده. طبعا معايدة اه اللي هو الاولين اللي اواريته لكم اللي هو اه ناكو. اهو انا جبت الالوان دي. جبت تلاتة كيلو. خلاص. دي هما شالوا الليبل علشان هما كانوا عاملين اه. نسيت اواريكم ليه فروض دي جبتها بتلاتة جنيه. اه الواحدة. جبت اتنين. وجبت ماركر. اه دول عشرين واحدة بخمسة جنيه. دول عشرين واحدة بخمسة جنيه. تمام. و دي شنطة ابر. شنطة الابر لوحديها اه اعتقد بستين جنيه تقريبا. هاراجع برضو الاسعار واكتب لكم اسعار كل حاجة تحت الفيديو. دي اه ابر ستالس من اول مقاس. من اول مقاس. آآ ستة من عشرة. سبعة من عشرة. ستسعة من عشرة. واحد. ابر رقم واحد. ابر رقم آآ واحد واحد من عشرة. واحد الالمونيوم. من اول رقم اتنين. اتنين ونص. تلاتة تلاتة ونص. اربعة اربعة ونص. خمسة. خمسة ونص. ستة. ستة ونص. انت لو شريتي الابرة بالفراطي طبعا بتبقى اغلى كتير. بالحفظة بتاعتهم. دول انا مدفعتش فيهم حاجة الابرة دي. آآ اخدتهم هدية. آآ على آآ الخيوط دي. آآ المحل تلادي عام العرد. آآ ياخد آآ 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 ستة آآ 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 ستة تلاتين تلاة آآ من خيط كرمة او كاندي. آآ آآ ياخد معاهم آآ دي هدية. فانا قلت له انا عايزة الهدية. قال لي لازم اشيلي اللي بل بتاع اللي بل كله. آآ العشان آآ يوديلي الشركة. آآ 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 عاديم بصوا عاديم يطلعو زي البكر بتاعي بصوا بيخلعو زي خليكو شاهدين عشان هاخد الجايزة الحاو بقى الحاو ناسبلكو العرض هياخدوا مني الورق ده شفتو انا جايبها هياخدوا الورق ويدوني ايه الابر اللي هو ايه ان اخدته فانا جبت خيت علشان اجربو وهاشتغلو وهخسلو ووريكو الغسيل عشان نشوف رأينا فيه اه قبل ما كلنا نشتغل به واخدت شنطة الابر وشنطة الابر دي انا هعملها هدية للمسابقة اللي احنا ان شاء الله هنزلها في القناة تمام هاتي الخيط ده وجدت الخيط ده خيط برضو اه شبه اليزا بيبي خيط منقط نفس الفتلة اليزا بيبي سكريب نفس الفتلة بتاعته اهو ده برضو بمية وخمسين جنيه اه اكتين اه اه قولولي رأيكم اه في المشتروات قولولي ايه عذابكم اه عايزيني يعمل لكم روفيو في المحل وكل الاسعار من اول خط الكليمي المصري التركي اه اه الخيوط الروفيعة والخيوات التخينة البركم اه بالاسعار وبكل انواعي الخيوط طبعا بالتيكت بقى بالليبل بتاعها اه هتلاقوا في المحل بالليبل انا الوقت هحط لكم صور اه في الفيديو هو شغل هحط لكم صورة كل منتج بالليبل بتاعه فده السر اه ان ما فيش ليبل على اه الشغل خالص قوليني هنزل لكم اني منتج بالمنتجات اللي شفتوها دي الاول اه اللي انتو هتتفقوا عليه هو اللي هنزلو اه الاول عايزنين يعملكوا اه روفيو في المحل اه تمام بكل اسعار هملايا خيط هملايا قلبين انا كنت جابا قبل كده ما عندهم بتوانداشر المرات يعملينو بستاشر جنيه الكيلو تمام والله دي مش دعية وانا مليش علاقة بالموضوع انا كل اللي خدت هدية زي ما كل الناس اللي هتاخد هتاخد هدية زي زيكم اه تمام يارب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل وصغير كده عليكم قلولي رأيكم في التعليقات كل واحد يقول لي ايه الخيط اللي عجبه انهي لون عجبه نشتغل بيه المنتج اللي احنا نبتدي فيه الشغل وقلولي ايه رأيكم في القبر الجديدة وقلولي اه مستعدين المسابقة ولا لأ عايزين نعمل اه مسبقات كتير في القناة اه كل واحدة تستعد بالمونتجات الجميلة اللي عميتها من الفيديوهات بتاعت القناة وهحط لكم اللينك اللي انتو هتبعتو عليه اه اللي هو الرينج جروب اللي احنا عاملينه على الفيسبوك تحطوا عليه المنتجات بتاعكم وهنعمل تصويت اه مننا فينا من القناة اه احسن اكتر حدا ياخد تصويت هو لياخد جايزة وبعد كده ان شاء الله هنعمل جايزة اتنين وتلاتة هعمل لكم بقى جايزة خيوت ووحاجات اه حلوة او منتجات اه شوفوا انتو ايه انتو ايه اقترحاتكم بالنسبة المسابقة اقترحاتكم بالنسبة للجوائز اقترحاتكم بالنسبة للشغل اللي نشتغله اه يا رب اكون فتكم لايك وشير الفيديو ورايك بيهمني جدا في التعليقات وقلولي عايزين ايه وانا من عناية اعمل لكم حاضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة